تمضي ايران في سياستها التي اجمعت القوى الكبرى على انها تخريبية دور عدائية تصاعد في الخليج العربي وميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجول في مسرح الاحداث دون رادع حتى التهديدات الامريكية والموقف الاوروبي المتشدد لم يغير شيئا من غطرصة النظام الايراني او لا يراد له ان يغير شيئا في احدث تصريح لها تؤكد الخارجية الايرانية ان الانسحاب من الاتفاق النووي ضمن جدول اعمالها مهددة في الوقت نفسه ان مهلة الستين يوما التي منحتها طهران لاطراف الاتفاق النووي لتمكينها من تحصيل منافعها الاقتصادية من الاتفاق والتي ستنتهي في السابع من شهر تموز المقبل لن تمدد الرئيس الايراني حسن روحاني يلوح بورقة الانسحاب من الاتفاق النووي كورقة ضغط على الدول الاوروبية لتعدل موقفها الاخذ بالتصعيد ضد بلاده وبنفس الوقت يحرك ادواته الدبلوماسية لتتبع سياسة ناعمة مع الاوروبيين مباحثات واسعة ثنائية او متعددة الاطراف بين الدول المتبقية في الاتفاق النووي وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا وايران في عواصم اوروبية وموسكو وبكين محور هذه المباحثات انقاذ ايران من حصارها الاقتصادي بشروط تصب في صالح الدول الغربية وليس في سبيل ايقاف دورها التخريبي في المنطقة العربية واشنطن ايضا لا يعنيها كما اظهرت الوقائع مشروع ايران التوسعي الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكد اكثر من مرة امكانية اعطاء النظام الايراني مقعدا مهما في الساحة الدولية وبين ان ادارته لا تريد تغيير النظام الايراني وانما تريد تغيير سلوكه رغم معرفة الادارة الامريكية ان النظام الايراني يستمد وجوده من فكرة التوسع وبدونها لا يمكن له ان يستمر في الحكم قد يقدم نظام طهران تنازلات ترضي الدول الغربية وواشنطن فالخلاف بينهم مصلحي اني لتبقى بذلك الدول العربية تعاني ويلات وجود هذا النظام بفكره التوسعي الذي اراد ان تكون خلافاته مع العرب قضية وجودية موسيقى موسيقى